كشف خبير في تحليل البيانات العلمية عن أن العراق سيتعرض للتنين المطري الذي سيغمر البلاد بمياه البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وأوضح الخبير شاهين هرمزي في بيان قريبا جدا سيأتي التنين المطري محملا بمياه البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط معا ليغمر العراق من الغرب إلى الشرق والشمال والجنوب وتساءل هرمزي عن الاستعدادات لمواجهة التنين المطري وارتفاع نسبة المياه في نهري الدجلة والفرات محذرا من خطر مياه السيول القوية ومناطق سريان السيول في شمال العراق